بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إهواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة طريقة رونج كتة من المرتبة الرابعة لحل المعادلات التفاضلية وهي من الأفضل طرق لحل المعادلات التفاضلية إن طريقة رونج كتة من المرتبة الرابعة شائعة الاستعمال وهي دقيقة وتتم بوسطتها حساب الواي إكس زائد أش كالتالي تعطى هذه القيمة بشكل التالي وي إكس زائد أش تساوي تقريبا وي إكس زائد سدس كواحد زائد نين كاتنين زائد نين كاتلات زائد كاربعة حيث إذن هذه اللي بتعطيني الواي إكس زائد أش يساوي بهذا الشكل الآن الكا واحد هي عبارة عن طبعا تعطى بالدستور التالي هي أش بإف إكس واحد إف إكس آي وي إي الكا تنين كذلك تعطى بالدستور حيث الكا واحد هي أش بإف إكس آي وي إي الكا تنين هي أش بإف إكس آي زائد أش على تنين وي إي زائد كا واحد على تنين طبعا كا واحد حسبناها قبل قليل الآن صار عندنا الكا تنين معلومة يمكن أن أحسب الكا تلاتة هي أش بإف إكس آي زائد أش على تنين while i زائد k2 على 2 وهكذا k3 علمت يمكن استخدامه في حساب k4 h fx i زائد h while i زائد k3 إذن حسب k1 و k2 و k3 و k4 نعوضهم في الدستور هناك k1 و k2 و k3 و k4 ونعوض القيمة العطينية فنحصل على ال while المناسبة إذن هذه هي المسألة بكل بساطة لنستعرض المثال التالي حل باستخدام طريقة كنت من المرتبة الرابعة المعادلة التفاضلية التالية وي شرطة يساوي إلى x y على 2 على الفترة بالصفر الواحد وذلك من أجل الشرط ابتداء y بالصفر يساوي الواحد حيث h هي ربع طبعا نحن عنا الفترة بين الصفر والواحد إذن هذه هي الفترة إذن صفر إلى واحد إذن هذه هي x0 عنديها بدي أحسب x1 طبعا ال x1 هي عبارة عن x0 زائد h x0 هي صفر زائد ال h هي ربع إذن هذه هي 0.25 ربع إذن هذه ال x1 الآن ال x2 هي عبارة عن x1 زائد h وال x1 هي ربع ربع زائد ربع هي النصف إذا وبتالي هي النصف الآن ال x3 هي عبارة عن x2 زائد h وال x2 ما هي نصف زائد h إذن 0.75 وال x4 هي عبارة عن x3 زائد h وبتالي x3 زائد h إذن وهذه ما هي إلا الواحد 0.75 زائد ربع هي عبارة عن الواحد إذن معناته أن علمه عرفت ال x0 ال x0 هي صفر وال x1 و x2 و x3 وال x4 أريد الآن أن أبحث عن ال y1 إذن ال y0 معلومة وعيطنيها بنصف تمرين وتساوي إلى الواحد يريد أن أحسب ال y1 ما هي مجهولة ال y2 أيضا مجهولة وال y3 أيضا مجهولة وال y4 أيضا مجهولة وذلك حسب طريقة رونج كوتة إذن لنبدأ الآن بالنقطة الأولى ونحسب لألا k1 ال k1 هي عبارة عن أول شيء ال k1 هي h bf x0 y0 إذن بالنسبة لي أنا أبدأ أحسب ال y1 إذن فسأستخدم البيانات الموجودة في النقطة اللي قبلها تماما النقطة اللي قبل ال y1 x1 y1 هي النقطة x0 y0 طبعا ويساوي إلى h h هي عبارة عن 0.25 b x0 هو عطينيها هي 0 ناقص 1 y0 هي 1 على ال 2 فنحصل على k1 اللي هي عبارة عن تطلع معاي بالشكل التالي إذن لنحسب لنحسب ال k1 تطلع معاي سالب 1 سالب 1.25 الآن لنحسب ال k2 ال k2 هي عبارة عن hbf x0 زائد h على 2 y0 زائد k1 على 2 إذن هذه هي ويساوي إلى h هي معلومة هي 0.25 الآن سنأتي إلى هنا x0 زائد h على 2 سنعود هنا x0 زائد h على 2 نائس y0 زائد k1 على 2 تقسيم 2 إذن هذا منحسبه هذا منحسبه ومنقسم ناتج على 2 ونضرب 0.25 فنحصل على y1 إذن هذه ما هي إلا تعطى بهذه العلاقة إذن هذه سالب 0.25 إذن هذه ما هي إلا سالب 0.25 0.125 إذن هذه عبارة فحصلنا على k2 الآن لحصول على k3 بنفس الإسلوب ما هي إلا x0 زائد h على 2 y0 زائد k2 على 2 وk2 على مت هي هذه القيمة فنعوضها فنحصل على k3 ونعوضها ونحصل على k4 الآن حصلنا على k0 k1 k2 k3 k4 فإذن صارت كل الأمور جاهزة لحساب y1 y1 ما هو إلا y0 زائد 6 k1 زائد 2 k2 زائد 2 k3 زائد k4 إذن بالتعويض عن k1 k2 k3 وk4 بقيمتهم في هذه العلاقة فنحصل على y0 هي 1 1 على 6 هي 1 تقسيم 6 هي قسمنا على 6 k1 حسب 2 k2 2 k3 حسب زائد k4 الآن وبحساب ها حصلنا على y1 نكرر نفس العملية الآن صار عندي نقطة x1 y1 معلومة x1 هي 4 والy1 هو هذا 0.897 4 9 1 4 5 5 طبعا يطلب مني هو التقريب إلى رقم 20 هو يطلب مني إذا صار عندي x1 y1 إذا بدلالة هذه النقطة الجديدة يمكن أن أحسب k1 هي عبارة عن h 2 عندما أن k1 هي هذه ومن نفس الأسلوب نعوض هذه حتى نحصل على k3 هي عبارة عن h بـ fx1 زائد h على 2 y1 زائد k2 على 2 و k4 هي ستكون h fx1 زائد h و y1 زائد k3 إذا نتعويض عن هذه القيم بالدستور فنحصل على القيم k1 k2 ثم نعوض هذه في العلاقة أن y2 يساوي إلى y1 زائد k زائد 6 k1 هذه هي k1 زائد 2 k2 هذه k2 زائد 2 k3 زائد k4 إذا عوض نحصل على y2 بصير عندي الآن النقطة الجديدة هي x2 y2 معلومة المعلومة بدلالتها برجع بعود بحس بالk1 والk2 والk3 والk4 فأحصل على y2 ماذا تساوي ومنه y3 ماذا تساوي فنحصل على x3 y3 ومنها نكرر نفس الشيء فنحصل على النقطة الرابعة وهو المطلوب إذن بنفس الإسلوب نحصل على y2 بنفس الإسلوب تمام نحصل على y3 وهو y4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته